وأؤكد على قضاء الحاجة ولتس إذا تريد ترضي الحسين سلام الله عليه وكلنا الحمد لله عشاق الحسين أحباب الحسين إذا يقبلنا هو الحسين روحي له الفداء عجبك شيء تفرح بي الحسين نعم عجبك شيء تفرح قد واحد يقول أبكي كثيرا قطعا هذا مأجور ومثاء بالتأكيد على أبي عبد الله أعزي إلى آخره هذا عظيم الأجر فيه عند الله عز وجل ولكن إذا شيء تريد تدخل بي سرورا على قلب الحسين اقضي حاجة محتاج تدري هذا محتاج وإذا يكون أيام الحسين بعد أفضل حتى يحس هذا المحتاج ببركات أبي عبد الله يحس يحس بالفعل هو في ضيافة عاشوراء وفي ضيافة محرم هذا مهم جدا واحد دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليك قال له سيدي أنا أسكن بالري وأنا علي ديون وهذا الوالي مضايقني مهددني وهذا رجل شديد لكن اسمعت أنه يحبكم أهل البيت بالسر هو عباسي يعني مقصود والي عباسي لكن عنده محبة لكم ولك شخصيا بالخصوص قالوا المطلوب قال إذا أمكن تفصي به أخذ الإمام رقعة كتب بيها أما بعد بعد السلام فإن حامل رسالتي أخوك فالله الله به والسلام خلص مختصر راح لهناك ردوا بالباب قال أنا عندي رسالة من موسى بن جعفر عليه السلام وصلوا له الكلمة قال أذنوا له دخل قرأ الرسالة قام احتراما للإمام دعا خازن بيت المال قال أين الديوان السجيل جابه طلع ديون هذا طلحها قال كلها أسطبه هذه أمحوها عنه ثم شال لبدرة من الدراهم والدلانير قدمها إله وكساه بكسه وحمله خير محمل وأكرم ثلاثة أيام وقال لسلم لي على مولاي الإمام الصادر هذه عبارته سلم لي لم يذكر اسمه تقية قال سلم لي على مولاي الصابر راح دخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه سأل قال ماذا صنع بك والر قال والله سيدي اللسان يعجز عن وصف ما صنع وعن شكر هذا الرجل كذا كذا يقول أنا أتكلم والإمام يتهلل وجهه فرحا ويتهلل ويتهلل قلت سيدي كأنه سرك قال إي والله والله لقد سرني ثم تأمل قال أما لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أما والله لقد سر الله في عرشه يهتز الإمام تقضي لك حاجة مؤمن فقط ألطم وأبكي نلطم ونبكي على أبي عبد الله صلى الله عليه وسلامه عليه ونعزي وفي ذلك عظيم الأجر وعظيم الذخر ولكن يريدون أهل البيت عليهم السلام أن نتواسى فيما بيننا ترجمة نانسي قنقر